اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت سنة 83 91 و2004 و2004 طب يعني احنا كده اعتبر اخر مشاركة حقيقية ما تراملت صدفتها بانا كنت مشارك بقوة بي كانت اخر مشاركة يعني حقيقة كانت 2010 يمكن 2012 كمان يعني ناجي ببلغني 2012 يعني اخر مشاركة يعني 10 سنين احنا بعيد بزبط وهي دي كانت المشكلة وهي دي اللي حصل تأثير فيها الفترة الاخيرة في السيدات عندنا اذا كان في الدوري عموما او كمجمل عموما بادو بادو اه طبعا انتخب مصر خسر كتير بانهم بيشاركش في البطولات واحنا عندنا كمان محترفات برا مصر ولعيبة احب جوام مهائي البصراحة موجودين فهي دي بس كانت الازمة اللي عندنا طيب مين المنتخب الاكتر حصول على هذا على طبعا طبعا منتخب انجولا 14 لقب والكونغ وبرصفيل 4 مرات ومنتخب انجولا اخر حامل لقب صح بالزبط هو منتخب انجولا طريبا هو المسيطر دلوقتي في السياحة هو والكونغ وطبعا هو يليهم تونس تمام في منتخب تونس 3 مرات مركز اول وخمس مرات مركز تاني وثلاث مرات مركز تالت منتخب كونتفول مرتين مركز اول خمس مرات مركز تاني اربع مرات مركز تالت منتخب منجيريا حصل على لقب البطورة مرة واحدة ووصيف مرة ومركز تالت مرة في منتخب الجزائر حصل على المركز التاني مرة والمركز التالت تالت مرات منتخب مصر حصل على المركز التالت مرة واحدة عام 74 لا عايزين نقف هنا خيلة كابتن يعني منتخب مصر حصل على المركز الثالث مرة وحية افسه مرة وصفية ما فيش تاريخ ما هي دي مشكلة هي دي مشكلة ان احنا ما كانش فيه يعني الدوء ما كانش مصلط على الهندبول السيدات في مصر هي دي كانت الازمة وهي دي اللي كانت مأثرة وهي دي كانت المشكلة برضو جات لفترة للولاد جان برضو ما كانش فيه السبوت عليهم بدأ تركيز معهم بدأ نتائج تحصل بدأ منتخب الرجال دلوقتي بقى في حتة تانية بقى من اول اربعة اولمبياد كسعالم فدي كل لما يبقى فيه تركيز على لعبة معينة او حاجة ودي بقت لعبة تريبا يعتبر لعبة شعبية موجودة في مصر بكل المقاييس خلاص بكل المقاييس خلاص بكل المقاييس شعبية تانية فيعني ان شاء الله نبتدي من الصفحة جديدة وبتدي بقى التاريخي يبتدي يكتب عما هذا الجيل فضل وفيه منتخب الكاميرون اربع مرات مركز تاني وثلاث مرات مركز تالت منتخب السنغال مرتين مركز تاني منتخب كونغ الديمقراطية وصيف مرة ومرة واحدة ومركز الثالث مرتين طب كابتن يعني احنا النادي الاهلي هو اكبر تاريخ محلي في كرة اليد سيدان ولما اتعامل المنتخب احنا توقعنا انه هيكون المنتخب قوامه الاساسي من النادي الاهلي هذا طبيعا النادي الاهلي يمكن 30 سنة او 35 سنة هو كان محتكر تقريبا البطولات الاخيرة البطولات كلها اللي كانت موجودة طيب احنا عندنا ست لعبات اشتركوا دلوقتي او مشاركين مع المنتخب بالزبط كان متوقع يكون اكتر ايه اللي حصل هو بالفعل هما كان فيه تسع لعبة من القوام المنتخب الاساسي اللي موجودين بس حصل فيه تلت اصابات ناصر عيد حصل فيه شرخ او خلع في الصباح او عملت عملية فيه دعاء حلمي جالها سبريل انكل قوي جدا فيه في المنتخب كان مع المنتخب اه يعني متصابت مع معسك المنتخب اه يعني اه ده مع المنتخب طبع هي ناصره بس الوحيدة اللي كان في ماتشي في الدوري اه فيه دنيا سائر برضو نفس الكلام كان جالها مزء في البط وهو ده برضو دي كانت قبل البطولة يعني ناصر كانت دنيا ودعاء اللي اتنين كانوا قبل البطولة مفيش عشر تيان تقريبا فكان هما من ضمن قوام نصيب والحمد لله الحمد لله طبعا حذاك يعني الطبيعي كان يبقى فيه تسعة اه طبعا تواجد ستة النهار ده برضو مش عدد بالقليل اه طبعا مش عدد القليل طبعا من ستة من سبعتاشر لعيبة وقتلت المنتخب تقريبا اه وكل الاندية شمس فيه تلاتة سبورتينج فيه تلاتة اه وكان فيه حارس المربح ده كنت له امنية كمان وكان فيه اه كمان امنية كانت موجودة بردوبة سياسة وبعدت في الفترة الاخيرة اه بس فاحنا كان عندنا عشرة ودي كان بتأثر علينا احنا كفريق النادي الاهلي واحنا في التمرين الى الفترة الاخيرة ما كانش مع طيب احنا كابتن تكلمنا كتير انا قبل ما اروح لبطولة واتكلم عنها بس احنا تكلمنا هنا في البرنامج وكان حصل هزة في المستوى في الاول وكسبنا الزمالك بأداءة رائعة جدا تمام وبعد كده تلقينا هزيمة بين هليوبلس هزيمة التيرون التيرون تمام واحنا هنا قلنا الكلام ده قلنا جماعة المنتخب بيتجمع 3 تيام في الاسبوع 5 تيام في الاسبوع أو 4 تيام 4 تيام لا اكتر كمان كان بيتجمع من يوم الحد احنا كنا بنعم بموتش السبتة وبيتجمع من يوم الحد ليوم الخميس 1 2 3 4 5 5 تيام 5 تيام ويتجيلك اللاعب واللاعبين بقى اللي هما ما كانوش بقى 9 كانوا عدد كبير كانوا عشرة اللي هو نص في رئيتك بالزبط يروح صح مش انا بقوله ده صح يعني هو مش نص وممكن يكون اكتر من نص عشان احنا اللي موجودين معانا احنا فيه اربع لعبين من فريق 2004 متوردين معانا كانوا برضو موجودين في منتخب 2004 كمان احنا كانت تمرين عبارة عن خمس لعيبة يعني احنا لما قلنا واتكلمنا ودفعنا ان الفرقة ما تمرنتش مع بعض الحاجة ما تتمرنش بس طبعا منتخب بصر هو الاسمة وهو الهدف واحنا متحملين ده بس اسم جمولنا دي اهلي بعاد قدامي صح لا هو اكيد طبعا احنا كان عندنا ازمة من بداية ما يعني الجهاز استلم فريق السيدات اول ما بدأنا كان المنتخب ساعتها كان بدأ هو كمان فترة الاعداد بتاعته عشان طبعا كان هو عنده ازمة في الوقت انه هو ما كانش كان مضغوط طبعا فبدأ يعمل التجمعات اسبوعيا خمس ايام فطبعا دي كانت بالنسبة لنا كانت مشكلة من اول الموسم احنا ما بدأناش كفريق ان احنا ممكن ايام تتعدى على الصعوبة مثلا احنا سافرنا حتى معسكر في اسماعيلية عشان نعرف نجمع اللعيبة اربع تيام الاربع تيام دول في اول يومين كان اللعيبة كانوا في المنتخب وجلنا يعني كمان معسكر ودخلوا ناقص بالزبط فدي كانت عندنا هي الازمة اللي حصلت معنا حتى في بداية الموسم كان عندنا ماتش اسموحة برضو كان فيه خسارة نعم دي كان برضو من سبب الازمة ان احنا كان لسه وعندنا فيه عناصر جديدة بتخش فيه لعيبة صغيرين لسه بتطلع فما كانش فيه تجانس خالص تماما يعني كلامنا كان حقيقي وكان صح لان احنا كنا شايفين ده بالزبط ولكن انت عارف حضرتك انه يعني الجماهير ممكن ما بتبقاش بتتابع المباريات فبيسمع بيار خبر هزيمة النادي ده بالزبط ما بيعش عارف الكواليس ما هي دي فانا كنت حابب اتطرق للموضوع ده عشان الناس تبقى عارفة ان انتوا بتتحملوا كجهاز فني عب ان انتوا عايزين تشتغلوا فوقت دي وتدوا كل الشغل بتاعكم ويعني معلش انتوا جهاز فني قوي جدا يعني معلش انتوا خبرات مع الولاد يعني كابتن محمد علي الزهولة وحضرتك وكابتن ميشه معنا برده وكابتن ميشة كمان يعني من الناس العظماء جدا وهو كان مع الجهاز الفني رجال تأهلوا بالسوبر بالزبط فيعني اصدقوا لي ان حضراتكم عسامي كبيرة بس محتاجين الفرقة تتجمع هيا دي كانت مشكلتنا واحنا كنا بنعاني منها ان احنا مش عارفين نخرج اللعيبة من الاجواء اللي هما كانوا فيها وكمان مشكلة كانت الموسم الاخير كان بلا بطولات بالزبط عدم توفير فهي دي طبعا فهي دي كانت المشكلة عندنا ان احنا ازاي نعرف نخرج اللعيبة من الاجواء اللي هما فيها ان هما يبدأوا تاني يرجعوا ثقاف نفسهم تاني يبدأوا يشتغلوا تاني والحمد لله دي بانت معنا في ماتش الزمالك طبعا كان بغارات اهل زمالك طبعا كان حاجة مزيجة بيقول بالزبط الحمد لله فدي بس هي دي كانت ازمتنا هي وكان ماتش الترمي بس خلي بالحضر ديك انت مش ست غيبين عندك بس عشان المنتخب انت عندك السابع المحترفة التونسية ودي برضو نفس المشكلة تلعى ما منتخب تونس دلوقتي لا هي مش متواجدة هي مش متواجدة مع منتخب تونس هي عندها زوف اه مش متواجدة بس هي سفرت هي سفرت طبعا اه سفرت وراحت معاهم بس انا مش قصدي بتشارك في البطولة بس بس اكت معهم في المعسكر وكانت وبدأ بس ما شركتش بالزبط وطبعا غيبة عنك كمان ما هي دي كانت مشكلة كبيرة طبعا عندنا احنا كنا بنعاني منها فالحمد لله طيب خلينا يا كابتن يعني نتمنى لكم التوفيق ولا فرق لما ترجع بتهلي عندنا وقت كافي صح يا كابتن لان قلت طبعا لا لا اكيد طبعا الفترة الجاية بس هما احنا عندنا هنبدأ رجوعنا للمباراة يوم 25 و 26 المنتخب هيرجع طبعا يوم 22 تقريبا اه الوقت دي اقبار فطبعا هم كمان المشكلة هم هيرجعهم البطولة لازم ياخدوا فترة راحة اسبوع ففترة راحة دي طبيعي نكلم الخمس تيام لأسبوع فاحنا ما عندناش اصلا الخمس تيام اولا ما يرجع فهو طبعا هياخدوا فترة راحة يعني ممكن اول مباراة ما يكونوش مشاركين معنا اه طب انت هتشتغل جهاز فاني على ده ازاي يا كبت يعني المشكلة موجودة هي وانتو لمسينها ما شاء الله وشايدة تمام هتعملوا هتشتغلوا على ده ازاي والله في طرق كديدة ان احنا بنجهز المجموعة المتواجدة معنا في حاليا دلوقتي موجودين معنا في مصر شغالين عليهم ان هما انتو التمرين كم لعيبة مثلا التمرين حاليا دلوقتي احنا بنتكلم في 12 لعيبة مثلا 12 لعيبة ده 12 لعيبة ده من النشئين نشئين طبعا ان احنا بنطلعهم معنا فوق عشان نحاول بقدر امكان ان هما يبقى ليهم دور موجودين معنا الفترة الجاية عشان انا انا ما اضمنش الظروف اللي هيحصل من كذا ممكن تحصل اصابة ممكن اجهاد ووضع طبيعي ان هما اي لعيب من بعد اي بطولة لازم الكيرف بينزل ينزل اصابة ينزل راحة ينزل اجهاد هي دي مشكلة فاحنا بنحاول نجهز اوراق تانية تبقى موجودة معنا في الفترة الجاية لغاية لما لعيبة المنتخد تقدر تسترجع تاني قوتهم ويبدأ حالة الاستشفى تاني ترجع ونقدر نحاول بقدر امكان ان الامور تبدأ معنا بشكل اخر طب الجهاز الطب يمتابع المصولين يعني نصر عيد انا سامع ان قربت خلاص نصر عيد الحمد لله هي فجة الجبيرة خلاص وبدأت تشتغل علاج الطبيعي وهي اصلا من البداية يعني انا بيعجبني فيها بصراحة ان هي من البداية من اول معاملة العملية ما كم يعني اربعة خمس ايام بدأت تنزل معنا التمرين بدأت تشتغل طبعا هي اديها اه من كبسة بس هي بتجري طبعا الحمد لله هي كبدانيا هي جهزة 100% بس هي طبعا هي الهندبول بس هي اللي نقص فهتبدأ تيجي واحدة واحدة ان شاء الله وطب وبالنسبة لدنيا سقر ودعاء حلمي دنيا سقر ودعاء حلمي دعاء بدأت تنزل يعني تبقى متواجدة معنا في التمرين دلوقتي حاليا بقالها تقريبا يومين ثلاثة بدأت تنزل تشارك معنا الحمد للهندبول دنيا لسه قدامها مثلا على بداية الأسبوع الجاي ان شاء الله حلو ان دنيا بتتلم والله الحمد لله الدنيا بتتلم يعني الامور الحمد لله مش متصعبة بالزيادة عن نزوم بس طبعا فيها مشاكل طبعا مشاكل ما هيش الدنيا سلكة بالضبط هي دي هي دي بس المشكلة عندنا طيب هنرجع من الخامسة وعشرية وعشرين نلعب وبعد كده هل في توقفات تانية المنتخب في حاجة ولا لكده بقى لغاية اخر الموسم لا يعني الغاية اللي هو اللي احنا للاتحاد ما بلغنا ان هو من بعد بطولة افريقيا مش هيبقى فيه توقفات خلاص هنبدأ نكمل الدوري عشان احنا الدوري عندنا طويل طويل بالزبط احنا طبعا هو الفكرة ان هو احنا بنلعب دور اولاني 18 فريق 18 فريق تلعب 17 مباراة الاول 17 مباراة دول عبارة عن ان انت تمانية وتمانية عشان تبدأ تخش التمانية اللي فوق هيلعبه بعض بعد كده تبدأ تاخد الاربعة فكل ده بياخد معاك بس فكرة النظام ده لاول مرة يبقى الصلاحي ليه بقى انت بحتاج ماتشاط وعايز تبقى فيه هارموني ما هي دي الحمد لله احنا دي ساعدتنا ان احنا يبقى فيه مباراة كتيرة تبقى موجودة عشان نقدر هي دي الميزة عشان كده احنا مركزناش في موضوع الخسارة غير في الحاجات المهمة ان احنا نقدر ناخدها من المباراة بزرط نهي العيبة تبقى فاهمة بالنسبة لها ان احنا كل الدول الاولاني ده ده عبارة عن تدريب ان احنا ازاي نقدر نوصل للفورمات تاعتنا او الشكل اللي احنا عايزيه للوقت الجد كلام ما في المية سليم طب اكابتن خليني اقول ان انتو كجهاز فني كان تجربتك الكتير مع الولاد بحكم انه كانت يعني مش عايزة اقوله بس هو الاهتمام كان بالمنتخب الرجال يعني وكان دولة قوي وبتاعه وحضرتكم اسامة كبيرة فلما جيك ابتخاذ العوضي طبعا وهو يعني رجل هاند بول قديم ونقر رئيس اتحاد ويعني رجل يعني جوه النادي او عارف فتوليته المسئولية انتو كجهاز يعني يليكو خبرات مع الولاد كبيرة ولكن توليته السيدات في فرق ما بين التعامل مع فرق الرجال وفرق السيدات يعني هل مثلا الفرق في الهند بقول يعني نحي نحي الفنية ايه الفروق اللي حداك شايف هو اكيد طبعا فيه فروق فنية طبعا ما بين الرجال والسيدات بس انا من وجهة نظري بشوفها انا عشان استنى اللي فاتت اشتغلت مع السيدات كان مع مرتبط السيدات الميزة عندهم انه هو شغلك بيبان بسرع غير الولاد يعني الشغل بيبان اسرع غير الولاد فدي حاجة ميزة بس هي الفكرة كلها اللي احنا الغايد دلوقتي مش عارفين نوصل لها لدي الوقت وطبعا اللعيبة مش موجودة بس الحمد لله هي بدأت تظهر معنا واحدة واحدة بدأ شكل اللعيبة يختلف طبعا احنا بالنسبة لنا متعودين طبعا على شغل الولاد بس هي الفكرة كلها ان انا انا بتعامل كسيستم عندي بس طبعا مع فرق اللي انت بتعمل معاش خاص بالزبط اللي هي دي هي الامتاليات البدنية مختختلف التعامل في حاجات معينة تختلف فهي دي بس المشكلة بس انا شايف ان الموضوع مش خرق كبير خلص والموضوع يعني مش صعب صحيح وربنا وفقكم وعايز بقى نرجع للبطولة ونشوف جدول مبارياتنا ومجموعاتنا بس يا سازي الحضرات اطلع لفاصل يا كابتن عزيزي المشاهدين اطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن بدوت افريقيا لكرة اللادي السيدات والانطلقت النهاردة اول مباراة او اول يوم في البطولة نكمل كلامنا مع كابتن الكبير كابتن محمد ولكن بعد اهلا بحضركم جديد ومكمين حوارنا مع كابتن محمد عبدالوارد طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مص السابق والمدرب العام لفريق السيدات لكرة اليد في النادي الاهلي كابتن محمد يمكن محتاجين بقى نستعرض بقى سادة مشاهدين نرجع بقى تاني لبطولتنا السنغال والمنافسات القوية والفرق القوية الجسمانيا نشوف المجموعات حضرك قلت في البداية ان هما تلات مجموعات استاذر حضرك نستعرضه مع سادة مشاهدين المجموعة الاولى هتبقى انجولا كونغو ديمقراطية راصل اغدر جزائر المجموعة التانية هتبقى تونس الكونغو دي احنا المجموعة اللي احنا فيها كونغو بروزافيل غينيا مغرب مصر المجموعة التالتة كاميرون سنغال مدغشكر كوتفور نتوقف هنا ونحل المجموعة كده كابتن ناخد الاول نبتدي بمجموعتنا لتهمنا يعني كل المجموعة الاخرى والمجموعتين التانين اربع فرق باستثناء مجموعتنا خمس فرق بالضبط طيب شايف موجود فرق زيادة يعني مباراة زيادة عليك دي حاجة كويسة او انا بالنسبالي طبعا حاجة كويسة جدا عشان حاجة عشان حاجة تانية انا اول حاجة انا بالنسبالي طالع بطولة افريقيا دي ده اول احتكاكلية انا بجهز فريق طالع من غير محترفين فانا بجهز فريق له قدام فدي حاجة بالنسبالي كلما لعب ماتشات كتيرة كلما انا مستفيد خبرات لعيبة اللي موجودين على اعلى مستوى زكان يعني تقريبا هم 60% من نشئين 2002 و2004 اللي هم لعبوا كاس عالم اللي خدوا تامن تقريبا فيه تامن وفيه فريق تاني خد سادس تقريبا يعني اللي ارغب اقول نتايك كويسة اه جايبين نتايك كبيرا كويسة جدا بس ده يعني خليلي برضو وقف عند الحتة دي معلش يا كابتن انا مش عايز اعادي تفصيله عشان سادق شديد المنتخب هنا كان فيه اسام كبيرة الاتحاد يعني المدير الفنيين ما طلبهاش كابتن ماروان صح انا غالط كابتن رامي رامي اناس كابتن رامي كابتن رامي ما طلبهم مش كلمة زي مثلا مروعيد ورحب جمعة برامن هم ليهم اسامين اللي عابوا في الدولة الفرنسية وكلام ده كله بس هم ليهم تارجت هو عايز اعمل منتخب شباب او شبات عشان بصص لقدام كلام ده مظبوط يعني الرؤية دي انتو شايفينها زي ما احنا شايفينها هي في الاول في اخر هي وجهات نظر هو حصل طبعا مشاوشات كتيرة في الفترة اللي فاتت ازاي وناس بدأت الكلام ازاي المحترفين مش موجودين وحصل طبعا محترفين زعلوا وحصلت يعني شبه التوتشات خفيفة كده بس هي في الاول وفي الاخر طبعا هي وجهات نظر مدرد هو المسؤول عن كل حاجة اه تاني حاجة انا شايف انه هما بيفكروا او الرؤية اللي الاتحاد بيفكر فيه انه هو دلوقتي عايز يجهز العناصر الشباب اللي هي كانت متوجدة في البطولات الاخيرة زائد المجموعة الخبرات اللي موجودين في الدوري نعم يبدأ يطلع بيهم وفي الاول في الاخر انا لسه بكون فريقا بكون وخلي باكنا كابتن رابي كان ليه تصريح برضو يا كابتن محمد معرفش حداك سمعته زيه كان هو قال انه انا مجب لما الناس يعني مش هجموه يعني انت يعني ناشوف هذا القرار يعني على السوشال ميديا وكده وقاله طيب انت ما جبتش المحترفات ليه معانا كانوا دينا قوة وكده قال والله انا بجر انا دلوقتي مش عايز احرقهم معي انا دلوقتي فضل لو انا رحت وعايز اشوف بالنفاكري طبعا بالزبط ولكن انا عايز اشوف قوية الحقيقة بالزبط ولو انا يعني اتوفقت موجودهم بعد كده يكون اضافة يعني هو مش مستبعدهم فريفر يعني هو بالعكس هو يطلبهم ولكن هو شايف انه الفرحلة دي المرحلة دي عايز شوف يوقف على الارض الواقع فكل زمن اتحدى كل واحد ولي ايه هو ذات نظر هو ممكن يكون فكرته انه هو عايز يدي فرصة للمجموعة اللي موجودة اكتر عشان لو المحترفين موجودين معاه هم هيتحزبوا عليه صحيح فريدي لازم يموت موجودين في المجموعة صحيح فطبعا نسبة المشاركة الباقة اللي عيبة هتبقى لغير صح دي فكرة كلها انه هو عايز يبدأ يشتغل على المجموعة الشباب اللي موجودة زائد المجموعة اللي هما الخبرات اللي موجودة هنا زائد ان احنا لسه قدامنا احنا بنبص القدام انا دايما واحد ما بحبش ابص تحت رجلي انا مبص القدام قدام اللي هو عندي كسعالم ان انا عايز ابقى موجود في التصنفات عايز ان انا بقى رؤيتي ان انا اوصل لحتة تانية كبيرة انا مش عايز اوصل دلقتي ده هي نفس فكرة الرجال قعدنا فترة مش متواجدين قعدنا فترة نحارب نجاهد لغاية لما قدرنا نجاهز قوام منتخب محترم محترم جدا عالي جدا خبرات زائد ان بقى في محترفين بدأت تبقى موجودة فبالتالي انا هحتاج المحترفين اكيد الفترة الجاية لازم هيبقى ليهم دور هما طبعا لعيبة خبرات اه لعيبة بيلعبوا في مستويات عالية في الدور الفرنسي من اقوى المستويات في الهندبول فوضع طبيعي ان هما لازم هيبقى ليهم دور حتى لو ملهمش دور جوه الملعب لازم يبقى ليهم دور مع الفريق نعم واحنا يعني متشوائين نشوفهم متشوائين نشوفهم مع المنتخب لان حقيقة الاتنين دول عملوا او عملوا سمعة جيدة جدا لا لا اكيد طبعا اي حد طبعا يبقى من مصر موجود في اي دولة اوروبية وانه هو بيشارك وانه هو متواجد وانه هو بيحاول يعمل لنفسه اسم دي حاجة كويسة جدا نحضر اتشرف مجر طب كابتل نرجع لمجموعتنا تاني تونس الكنغو غينيا المغرب ومصر دي مجموعتنا طيب طوقات حضرتك هو طبعا نظام البطولة عشان اوضح للسادة المشاهدين هو يتأهل اول وتاني من كل مجموعة فاول وتاني من تلاتة بستة وياخدوا احسن اتنين توالد من التلات مجموعات يبقى كده تمانية ده دور التمانية فاذا يعني مصر عندها فرصة جيدة يعني ما ياخدوا احسن توالد ان شاء الله حتى او تاني فالدنيا كويس شايف مجموعتنا زي شايف حظوظنا في المجموعة والله هو حظوظنا طبعا في المجموعة وعلى حسب المبارات اللي احنا نلعبها احنا مباراتنا يعني هتبقى شايف ان هي ترتبها كويس طب حظوظنا يعني اصدأ اقول انه هو مثلا تونس طبعا فريق قوي تونس فريق قوي ومشارك باستمرار بالضبط واحنا لعبنا في بطولة ودية قبل بطولة افراقيا كان هم سافروا بطولة ودية في اسبانيا تقريبا تقريبا اسبانيا ولعبنا منتخب تونس لعبنا التقريبا خسرنا فرق ثلاثة يعني الدنيا قريبة مش بعيدة وده طبعا بالنسبة ان هو اول مشاركة ولسه ما شفوش الاجواء بالضبط دي تونس اللي هي مرشحة باول المجموعة طب الكونغو برزافيل بتهالي بعيدة يعني احنا نعرف كونغو الديمقراطية قوية بالضبط وبدالين هم حطينها يعني ساكن في المجموعة الاول ولكن الكونغو برزافيل بتهالي نكسب ان شاء الله والله يبص هي الفكرة كلها انا دايما عندي اتخاذ ان انا انا ما بخافش من اي فرق انا بخاف من نفسي انا جاهز انا مركز انا عارف انا هدفي فين انا بشتغل عليه وفي الاول في الاخر احنا بنلعب برياضة رياضة فيها ماكسة بصورة ممكن تبقى موفقة وغير موفقة بالضبط فهي الفكرة كلها اننا اللي انا ببلغ ببلغ اللعيبة بيهم حق يعني صدق حلمك طلع كل حاجة عندك وصيد بقى الباقي دي بتاعات ربنا طب كابتن المغرب لا المغرب لأ المغرب بعيدة بعيدة انا من وجهة نظري المغرب بعيدة يعني احنا بنتكلم في تونس والكونغو وغينيا التلات فرق دول هو المفروض يحدد بالضبط يحدد فيهم بس انا انا من وجهة نظري ان هتبقى نسبة ان مصر تبقى متواجدة من التلاتة نسبة كبيرة جدا انا يعني ممكن ازيد من الشعر بيت انه ممكن ان شاء الله انا يعني حاسن ممكن نبقى تاني والله مش بعيد يعني ممكن لو كسبنا تكونغو وغينيا طبعا هيلاء قوة بدنية رهيبة جدا ولكن ممكن نخش تالي وده هي ريحنا هي انا كل بس هي المشكلة كلها ان هو هما ملعبوش فرق افراقية افراقية السمراء فرق افراقية السمراء طبعا فهي لعبوهم مختلف القوة البدنية غير طبيعية طبعا فهي هي دي بس اللي هتقابلهم المشكلة جوه المباراة بس بس خبرة يعني هياخدوا خبرة اكيد هنبقى بعد احسن من قبل اكيد طبعا 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 هي كل اللي احنا فيه واللي احنا رايحين وده هي مجرد انا تجارب شغال عشان عايز اوصل للهدف الكبير مش ال صح مش هدف السوء طب كنت خلينا نروح للمجموعة الاولى بقى اللي هي انجولا والكونجو الديموقراطية والرأس الاخدر والجزائر شايف مين ممكن اول وتاني من المجموعة دي اه هو طبعا انجولا والكونجو طبعا انجولا حتة تانية يعني هي انجولا طبعا في حتة تانية خالص اه لعيبة يعني هوا من زمان فرق حتى كمان احنا عمام بلعب الاندية لما بنروح احنا كنا رجال لما كنا مروح احنا بنشوف لعيبة هي تقدر تجاري بولاد ماشا الله عليهم يعني طوة غير طبيعية عندهم هندبول جميل جدا طريبا في 2016 او 2017 استضافنا بطولة زي بطولة افريقيا للاندية الاندية سالة 2016-17 18 18 اه بقناة الاندية الاهلي ولعبنا فرق من انجولا كانت موجودة اه حاجة لا هم كان بريميرو دي ايجوست ايه اول اغسطس بالزبط وكان انا فاكر هم هم بيخشوا عندهم فرقتين انجولا اه اللي هي بريميرو دي ايجوست اول اغسطس وفي واحدة وبيترو اتلتكو بيترو اه بيترو اتلتكو دي اللي اتنين دول طبعا هم دايما هم دايما اول وثان اول وثان كل البطرات بيترو اتلتكو دي شركة بترول هناك انا روحت المجمع بضعهم حاجة لنا جمع جدا وبيجيبوا دايما لعيبة جمدة وبريميرو هو النادي الاهلي هناك بالزبط النادي الاهلي هناك بريميرو هو يعني الشعبية الطاغية في أنجولا ما دي حقيقة بس هو يعني أنا شفت هم يعني بس لو إحنا في هينياتنا عائلة وتقفلنا في الدفاع بقى أحسن نقدر نوقافهم ونجريهم هي خبرات هي الفكرة كلها بس هي خبرات نتكلم فوق العشر سنين إحنا بعيدة عن عن السحفة فطبعا وضع طبيعي أنا مش عايز الناس اللي هي تبقى ضغطة عليهم إحنا طلعين نقول للناس إحنا موجودين وإن شاء الله هنبقى موجودين خلينا نروح لمجموعة الثالتة اللي كانت حذق قلت程 الكاميرون والسنغال ومتغشكر وكوتيفوار مجموعة جامدة مجموعة دي يعني بسنماء متغشكر هي طبعا مجموعة إيلة طبعا هو طبعا شايف كاميرون سنغال كوتيفوار أول تالي ثالت السنغال صاحب الأرض والجمهور الكاميرون صاحب تاريخ كوتيفوار صاحب تاريخ فالثالث فرق دول الغريب أن هما ثلاث أفريقها سمراء يعني نخدهم معهم يعني موسط بس برده اعتبر بالضبط يا الصمراء مجموعة يبقى كلها فيها انرجي وباور وغير طبيعي دي كانت المجموعات يا جماعة وخلينا نروح بقى المباراة تتلعبت النهاردة النهاردة كان اول يوم خلينا استعرض مع ضيفي طبعا العزيز كابتن محمد عبدالوارد مباراة النهاردة ونتيجها فضلك كابتن محمد كانت مباراة تونس والمغرب فوز تونس 35-25 زي ما حدك توقع يعني احنا مكننا شوفنا نتائج احنا قلت المغرب بعيد فلا عشر اهداف في اول جولة فده يعني وإحنا كنا خسرين من تونس فرق اتنين تلاتة فكلام حضرتك بالارقام تمام بالضبط كونغو برازفيل وغينيا طبعا كونغو 25-21 مباراة مش بعيدة بس ده وضع طبيعي ممكن تبقى مستوامه ريب لا وكمان بداية البطولة فوضع طبيعي ممكن يبقى يعني اول مباراة في البطولة فطبعا اللعيبة لسه ما دخلتش في الاجواء فدي انا شايف من وجهة نظري يعني ان هي لأ هتبقى بس خلي بالحضرتك النهاردة المباريات مباريتين من مجموعتنا مصر كانت مريح يعني تونس المغرب كونغو برازفيل وغينيا لعبه بالضبط مصر النهاردة مريح بالضبط ودي كانت فرصة كويس اكيد شوف فرقة بالضبط دي حاجة طبعا دي حاجة مهمة جدا يعني تبترامي زي ما دخلتش بقى اه طبعا ابدأ اشوفهم هبدأ ادرسهم كويس قوي هبدأ اشتغل على نقطة ضعف نقطة قوة بتاعتهم اللي انا اقدر الالعب بيه اللعيبة الموجودة الخامات اللي عندي مين يبقى متواجد في البداية مين مش متواجد في البداية الحاجات دي مهمة جدا دي تساعدني كتير ان انا اشوف الفرق كلها اللي معايا موجودة فدي حاجة كويسة جدا بس نقدر برضو نتوقع حاجة يا كابتن يعني طبعا هو مبرمش بيننا كل حاجة ولكن نقدر نتوقع هي الفرقة رقم واحد او اقوى فرقة في المجموعة تونس زب حداك قلت بالزبط يجي وراغا الكورم بالزبط برزافيل يجي وراغاهم غينيا غينيا يجي وراغاهم المغرب بالزبط ده الترتيب تقريبا بعد اول يوم من رؤيتنا بالنتائج انه تقريبا القوة كده ولكن وارد كل دي اشتغير وارد وارد يكون ان فيه فيه منتخبات مريحة لعيبة صحيح حتى الى مثلا لو احنا بنتكلم في كونغو برزافيل وغينيا ممكن يكون كونغو مريحين لعيبة عشان هما هيلعبونا المطش الجاي بالزبط فهي دي وضع طبيعي ان انا برضو ما بكشفش او رائع كلها فطبعا وضع طبيعي ان انا ممكن ممكن وارد يبقى يحصل كده وارد ان هو لا دي هي ده المستوى بس خلي بالحضة ده كونغو وغينيا لا اظن ان حد رايح حد ليه لان المطش ده بالنسبة لهم عالتاني والتالي مثلا هيفرق في التاني والتالي بالزبط فالمطش ده بالزات اكيد الفرديل لعب بكل قوته انما المغرب وتونس لأ ممكن يكون فيه بزات تونس بس احنا مش فارق معنا انا شفناه هناك اه اكيد فمش فارق معنا خلاص لا لا ما بالزبط هي خلاص ده عافي كابتل لما كنا زيما نلعب في افريقيا كنت مثلا اقعد في المدرجات والله يعني اقول لها دي القصة كده جميلة يعني كنا نقعد في المدرجات نشوف مثلا ايه اه وسط افريقيا بتلعب الكاميرون مثلا ونبقى احنا دي في المدرجات فوق نشوف معركة مش ماتش اه وبيقعوا العظم يخبط في الارض ونسمع الهبد من واحنا فوق في الصالة اتنين واخدين بعض من فوق ونزنين دم نقول ده احنا هننزل هناخد تلاتين بونط منهم اكيد ده هيموتول هياكلون ننزل الملعب لا شكل تاني خاص شكل تاني خاص ما هي ازاي انت تعرف توصل لهدفك بابسط الحلوة هي دي والفرق ما بيننا ما بين الدول الافريقية اه يعني انا من وجهة نظري برضو مع احترامي الكامل ليهم هو فرق عقل برضو اه احنا عندنا فيه حتة موجودة بنعرف نستغلها الحتة دي مهمة جدا بنعرف نصرف بنعرف بالزبط ازاي نعرف بالزبط كده فهي دي الحتة يعني هي دي ده اللي بيفرقنا عن الدول الافريقية دي الموهبة كمان بأزوم عندهم قوة بدنية بالزبط كده انه ممكن المنتريتي شوية مع الخبرات اللي عندنا بتفرق من ناحية ده اكيد اكيد اليوم ده يعني تصور طيب في مباراة فضلة الكاميرون وكوتفوار كاميرون 28 كوتفوار 16 اه يا خبرة بيد ده كوتفوار ما شافتش اه ما شافتش خالص ما شافتش 16 يعني انت جيب 16 جون خش فيك 28 لا كده كوتفوار بعيدة اكيد ايه كده كوتفوار بقى الواضح ان هي هتبقى مدغشكر التالت بالزبط كده هيبقى السنغال هتكسب مدغشكر وكوتفوار غالبا وهتخسر من كاميرون كاميرون جنب اه ده ده ورد اه ورد يعني كده بشكل يعني كده بتهاري كده لأ كده بانت الدنيا خالص طب كنت احنا سينا كلمة عالجزائر في المجموعة الجزائر اخبارها ايه اه الجزائر هي لسه ما ما لعبتش ما بانتش جزائر فرق انا يعني اللي انا عرفه عنها ان انا يعني بدأت ان انا اسأل عن الفريق لا فريق مش قوي فريق متعودة متعودة بس طبعا اه يعني اه بس طبعا الجزائر ممكن لها تكون اعلى من المغرب شوية كهند بقول بس هم مش عالسحل يعني الفترة الاخيرة هم مش ظهرين ما فيش اي اخبار عنهم بس خلينا اقول لك كابتن ان مهمة السيدات مش صعبة ده هم في الائتين تلاتة ما هي دي هي يعني معلاش زي الرجال يعني انت في رجابة تونس صح هي بتكلم في تونس والجزائر هي الجزائر برضو بس اه يعني على هي الجزائر بتبقى فترات اجيال واجيال اه بالزبط انما تونس معانا في كل حال هي تونس طبعا ما فيش كلام من نهاية احنا بنتكلم نفس الكلام في الائتة بس تونس هيزيد عليهم انجولا ويزيد عليهم مثلا انكونوا الديمقراطية بالزبط انا مش شايف حد ممكن يعني انا هنقول انجولا خليها برا انت انجولا عايز شغلي تاني بقى وادات بقى تات اربع سنين وتمرين واخبالك وكلام ده كله وتفرغات بس انت تونس تقدر ويكونوا الديمقراطية يعني احنا برضو الموضوع مش مستحيل لا هو 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 انا دايما بقول ما بيش حاسمها مستحيل اه ما نور عليك وارد وسهل جدا ان انا هشتغل هتعب اه هلاقي صحيح طب كابتن يعني السادة المشاهدين محتاجين يعرفوا برضو مواعيد مباريات عشان يتابقوا المباريات هنلعب امتى ونلعب مع مين امتى ومواعيدها بالمعاد واليوم بفضل يا كابتن اه مباراة اول مباراة لنا هتبقى مع الكنغو هتبقى يوم الخميس ببكرة هتبقى الساعة اثنين الدور تمام توقيت القاهرة ان شاء الله ده كل ده توقيت القاهرة طبعا ان شاء الله اه ان شاء الله والمباراة ده هتبقى يوم الجمعة يوم حداشر تونس هتبقى الساعة ستة اه بعديها هتبقى مع المغرب يوم الحد يوم 13 نوفمبر دي هتبقى الساعة اثنين اه اخر مباراة هتبقى غينية يوم اللي اثنين هتبقى يوم 14 هتبقى الساعة اتنين برضو. اه. بس خلينا اقول لحدك كابتل ان هو احنا نلعب يومين وراح يوم. هنلعب خميس جمع راح سبت. حد اتنين. بس عايز رأينا. انا هاخد رأي حددك واقول لك رأي. اقول لك. رأيك اهم مطش من دول ايه. انا اهم مطش بالنسبة لي. اه لا ارام كويس الاربع دول. اهم مطش المصر ايه. واهم مطش اول مباراة. اين طبيعي. ما هي دي. دي هتفرق معي عشان ابقى تاني ولا تالك. اين عليك اكبر. بس. هي دي. هي دي مطش مصر والكنه. بالضبط. اول مباراة دي اهم اول. انا شايفت للترتيبة لمصلحتنا. اه. لا بس. بس هي كده المفروض كده الكنه ما تبقاش اول مباراة. هناخدنا غنية بك انا. اه يعني. اه. غنية او كنت خدت تونس في الاول. ماشي. اه تونس. او خدت تونس في الاول. مش فرق. يعني انا 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 و تونس في حتة اللي ضربنا ببعض. بعد كده الباقي. عشان انا شايف ان هو برضو اخر مبارايتين دول. بالنسبة لي كويسين انا. حتى لو لا قدر الله حصل حاجة في ماتش الكنه. ان انا اقدر. ما هو ايه. اه طبعا. بس هي الكنه. انا اصدى اقول ان مباراة الكنه دي. وانا انا عليها هتحدد لك حتى طريقك في البطول. بالضبط. يعني هتحدد تالت. بتاخد بقى طريق تصطدم باول في مجموع من المجموعات. بالضبط. ولا تاخد تاني. وتقبل لك مسلا تالي. عشان كده لما كنتش حابب ان الكنه تبقى اول مباراة. ابقى تبقى تاني مباراة بالنسبة لي. بس طبعا اتمنى طبعا ان هي تبقى دي دافع كويس او ان هو الكنه ما شافتش مصر او ممكن تكون شافت في المباراة الودية. واسمه مصر برضو. اه طبعا اسمه مصر. هو وبرضو ممكن يكون وارد ان هم داخلين ان هو منتخب مصر بقى له فترة مش موجود على الشاحة. فطبعا فدي برضو دي عوامل ممكن تساعد. والله اعلم برضو احنا احنا برضو بنقول ووقت المباراة دانيا بتختلف. بس اقول لك الحاجة كابتل انا شايف يعني من وجهة نظر معرفش عادك يعني اتفق معايا في الرأي. اه انه حراسة المرمى مطش تكونه بتاع بكرة. لان احنا مش عارفين الفرقة لسه. فحراسة المرمى لموفقة بكرة احنا نبقى في حتى تاني. والله يا حراسة المرمى لموفقة في اي واحد. ده طبعا دي بتريح العيب بتريح اللعيبة كتير جدا. اه. اه. انا لما وانا وانا. وتحبب امورة كتن والله. اكيد اكيد. انا انا بكلم انا بكلم احنا حتى لما كنا نبقى متواجدين جوة جوة الملعب. انا لما بابقى لاقي احنا ببلدي كده زي ماقول كده انا ضهري مش عرياني. اه. اه. صح. كلمة اللي هو انا واقف. اه. بزبط انا ضهري ما انا حاسس ان انا فيه. اه. فيه حيطة بضهري. اه. لما هتسند عليها عارف ان الدنيا. انا اثرت هو. بالزبط كده. اه. فهي دي الفكرة. وعندنا الحمد الله يعني منا واخدى احسن. اه. حارس مرمى في كاس العلم. ان شاء اه. مش عاد. مش عاد كت معالف. وكانت. اه. بطولة اه. اخيرة اللي هي الودية دي. كتن واخدى برضو من احسن الحراس. نسبتها كتت عالية جدا. ان شاء الله هي مشيه في طريق. ان شاء الله. ان شاء الله اه. ربنا يكرمها ان شاء الله. وتبقى سبب ان شاء الله تبقى هي تساعد الفريق. ان هي دي. ومتواجدين ان شاء الله. طيب. خليني عايز اعرف من حداك تفاصيل اكتر. بس لازم نطلع فاصل لكابتل. اعزائي مشاهدين. نطلع لفاصل سريع. ونجح نكمل كلامنا مع كابتل محمد عبدالوالد. ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بكمين حوارنا مع كابتل محمد عبدالوالد. نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكرة اليد. ومدرب عام. فريق السيدات لكرة اليد بالنادي الاهلي. كابتل محمد. عشان يبقى عندك منتخب قوي لازم يبقى عندك دوري قوي. اكيد. اه الدوري السنادي على المستوى المحلي. يعني مين هيكون منافسنا. دايما الجمهور او دايما المتابعين يقولك اهلي وسبورتن. بس الحقيقة بعد ما طابعنا كزا جولة من الدوري. لا الموضوع مش اهلي وسبورتن. يعني الوضع المحلي ايه النهاردة عندنا كم فرقة ممكن تنافس. اه دلوقتي يعني تقريبا احنا بنتكلم في خمس فرق ست فرق. مين? مين يا كابتل. يعني في الشمس. في سبورتنج. في دلوقتي سموحة دخل. في طيران بدأ يبقى موجود. اه طبعا. الاهلي. طبعا. الزمالك. اه. يعني تكلم في ست فرق. اه زائد في فرق لسه. بتتكون. تكوين او طلعين بن عناصر الشباب اللي هم الفين واثنين ومعاهم دعمين الفين واربعة. لأ بدأ يبقى ليهم اه وجود في الدورة. طبع انت شايف دور السيدات السيدة قوي. يعني شايف الدور السنة. انا شايف انه. انا شايف انه. انا شايف ان السنة دي هيبقى اقوى بكتير عشان التدعيم بقى اكتر. التدعيم اللي هو الجيل الفين واثنين. هو واخد فرصة كويسة جدا. ازا كان مشارك مشاركات المنتخبات. اه. فدي قد الدفعة كويسة جدا. ان هو يبدأ يكون جيل كويس. فبدأ هو اللي متواجد دلوقتي مع الدرجة الاولى. زائد ان انا الفين واربعة بدأت اخد من نهم عناصر اكتر. الاول كان الفريق الاول السنة اللي فاتت كان ياخد من الفين واربعة عنصر واحد. لكن دلوقتي يقدر ياخد منه عنصر واثنين وتلاتة. واربعة تمنتاشر سنة. بالزبط. فهي الفكرة كلها انها بدأت القوة بدأت تطلع من الاجيال اللي تحت. وهم ما شاء الله فيه فيه عناصر كويسة جدا موجودة في الاجيال اللي تحت. فهي دي اللي هتبدأ تقوي الدوري. هي الفترة الاخيرة كان فيه مشاكل عشان كان الدوري محصور في فرقتين تلاتة. دلوقتي بدأ ان التدعمات اللي الان ده هي كلها بدأت تجيب بدأ البنك الاهلي السنة دي بدأ يبقى متواجد بدأ يدعم واخد من النادي الاهلي فوق. الرجال عملي فرقة حلوة. اه الرجال عملي فرقة. والسيدات السنة دي اول سنة ليهم. فعلا. عملوا فريق سيدات واخدين من النادي الاهلي لا يقل عن ست ست لعبات. من الفين واثنين من الجيل اللي انا كنت ماشه. فما شاء الله هم حتى كمان ماشيين في الدوري. ما شاء الله كويس. يعني الحط على الخمسة الست دول البنك الاهلي. آآ البنك الاهلي هيبقى متواجد بصورة آآ كويسة في الدوري ان شاء الله. وانا شايف ان آآ تدعماته كويسة وان شاء الله السنين القادمة طبعا هيبقى فيه اختلاف عنده. طيب انا هاخد من كلام حضرتك وعايز احط الدوق عليها شوية حضرتك قلت بوجود منتخبات بقى ناشئات وشبات. بالضبط. منتخب كبير اصبح احنا دوافع. اكيد. في دوافع للعبة دلوقتي ان انا عايزة ابام بمظهر كويس عشان اتخذ المنتخب. اكيد طبعا. زي زي بالرجال. بالضبط. يعني شايف المضوع ده تأثيره كبير طبعا مع الرعاية بقى والاندية اللي داخته الكلام ده كله. شايف الدوافع عند اللعبات هتبقى عالية. النهاردة هم بتفرجوا على المنتخب وبيلعب بتول افريقيا. اه طبعا اول حاجة انا شايف طبعا دي هتبقى دي خطوة كويسة جدا من الاتحاد ان هو يعمل فريق سيدات. اه شايفيني دي هتبقى يعني قد الدفع كويس جدا للعيبة اللي متواجدة. بقى عندهم هدف. انا مش مجرد ان انا بقى لعب في الدوري. اه. وخلاص. انا بقى عندي هدف دوقتي ان انا فيه منتخب. اه من من المنتخب هبدأ تشاف بره. صحيح. فهبدأ ان انا اقدر اطلع بره مصر. صحيح. هبدأ هيبقى الاعتراف. طموح. عندي طموح. اه بالضبط. هيبدأ الاعتراف. وطبعا الاجيال اللي موجودة دلوقتي بقت الموضوع بالنسبة لها اسهل من الاجيال اللي لعب لك ده. ان هم يقدروا يعني تعيشوا ان هم يقدروا يدرسوا بره. ان هم يقدروا. اه بالضبط بقى الدنيا كويسة يعني انا شايف ان دي بقت اسهل وكويسة جدا للفترة دي. قوي جدا لكل اللاعبين الموجودين. ان انا هدفي ان انا مش بقى لعب رياضة لمجرد الرياضة. انا بقى لعب رياضة عشان بقى فيه هدف قدامي دلوقتي. هبدأ اسعال. خلي بالك يا كابتن الاتحاد برضو عمل العقود. اكبر الاندية. طبعا. خلي بالك دي كتأول خطوة بان فيها ان الاتحاد جد في اه انشاء منتخب. خلينا اقول برضو انه مش منتخب كبار بس لأشابات وناشئات والاكنين شاركوا في كاس العالم. اكيد. اكيد. فهين انا بتكلم عن سياسة واضحة. اكبر الاندية بعقود احتراف لللعبات. ودي حاجة يعني انا انا من وجهة نظر دي حاجة ويسة جدا ان هو عمل موضوع العقود ده. ان اقدر يبقى فيه سواب وعقب. الاول كانت الاندية مفيش عقود. احنا كنا عاملين في الاحلام. احنا كنا احنا كنا عاملين عقود طبعا بس هي الفكرة كلها ان انا مفيش الزام بيها ان هو مجرد راتب شهري بيبقى موجود للعيبة. ففي الاول وفي اخر هو ما كانش بالقيمة اللي هو المفوض ان انا اقدر اعقد بيها او اللعيب نفسا ان انا عقدت اللعيب هو بالنسبة له انا مفيش اي حاجة والهدف نفسه انا عادي ممكن اقولك انا قاعد في البيت. المنظومة عشان تزبط. هي دي. المنظومة عشان تزبط هي دي. لازم السيستم يبقى موجود. بزبط. اه. هو حطت سيستم حطت سواب وعقب. اه. هتبقى كويس. هتوصل للمنتخب. اه. هتأثر في حق نفسك. هتلاقي نفسك مش متواجد. وبقت الاجيال اللي طلعها بدأ فيها وجود. بقى ليها وجود كبير جدا من جوه الفرق. فبدأت المنافسة تبقى اقوى. اقوى. فهي دي. اه طبعا. ودي حاجة برضو ما تزعلناش بالعكس احنا منبسط جدا بحاجة زي كده. اكيد. اكيد. اكيد طبعا. طب كنت خلينا اقول حاجة يعني اشيل الحرج من على حضرتك. ولكن انا عايز اتكلم عنها يعني. وهو التحكيم المصري في كرة تريد. ولكن انا دائما بشوف مستوى رائع في الاداء في اللاعبين. الكتشات المدربين في كل حتة في العالم. ولكن يبقى منظومة التحكيم. محتاجة تطوير. انا عندي لعيبة دلوقتي محترفة برة. ولعيبة بملايين. ولعيبة بتتقاضى ملايين. اكيد. وعندها بالضخ في السنة خمسين وستين مليون جنيه. اكيد. استثمارات في لعيبة. فانا دلوقتي لما اجي اتكلم على تحكيم لازم التحكيم يرتقي لهذا المستوى. اعمل ايه كمنظومة عشان اعلى بمستوى التحكيم المصري في كرة تريد. طبعا انا شايف ان لازم يبقى فيه شغل زي ما زي ما اللي بتحديد بدأ يعمل سيستم وشغل للمنتخبات كالعيبة. لازم اعمل نفس المنظومة دي اعملها للتحكيم. اه طبعا احنا ما بنقللش من اي حكم خلص تماما. هو مجرد ان هو اه يعني اللي موجود بيشتغل عليه. في ناس بتشتغل على نفسها. وفي ناس اه شيء سايف. انا ما فيش سيستم واضح. بالزبط. انا لازم 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 فيه دراسات. لازم محاضرات كتيرة. لازم سواب وعقاب. معايشات. لازم اه طبعا. المعايشات دي طبعا ما دي 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 حاجة مهمة جدا ان انا لازم حكم تبدأ تشتغل على نفسها. لازم الاتحاد يسهل الموضوع ده او يساعد. او يعمل بروتوكولات معزة تانية. ده ده وضع طبيعي ان هو لازم يبقى اه قضيط على طول لازم يبقى الدنيا واضحة لي تحكم ايه الجديد اللي موجود. ايه الاخطاء. ايه الحاجات التفاصيل الصغيرة ان انا لازم ابقى موجود فيها جوه الملعب. مش مجرد ان انا شايف لعيب او شايف كورة فقط لغير. لا فيها حاجات تفاصيل. ايه الازمة لما زي ما انا عامل عقود للعبين والمدربين اعمل عقود للحكام. يعني انا كالتحاد دلوقتي اجيب حادتك حكم. انا بمضي معك سنة تشتغل معاك كالتحاد كحكم. تمام. وزي ما عملنا في السيدات ان انا دلوقتي بداية المنظومة لازم يكون في العقد شريعة المتعقدين. بالزبط. وبالعقد النقطة لحدك يبقى فيه ثواب وعقاب. اكيد طبعا. فكرة زي كده ليه لا? ليه لا? الحكم ما حسش انه مقدر. وانه بيتعامل كزي بيزنس زي اللعيب. وزي المدرب. ما هي دي حقيقة يعني دي دي موجودة تقريبا برا. صحيح. برا مفيش مدحكم بيشتغل بأجرة مطش. عقد. ما هي دي عقد. اه طبعا. على فكرة انا ما اتكلمش على اتحاد اليد. لا دي انا باتكلم على كل حكام بس تسنكرت القدم بس شوية. انا كرت القدم موضوع مجزئة. ولكن العاب الاخرى. لا هي اكيد. لازم زي ما ندينا بعقد موحد المدربين وده حصل. لازم يكون عقد موحد الحكام. دي انا انا شايف دي طبعا تبخطو كويسة جدا ليهم. حتى هيبقى عنده الدافع ان هو يبدأ يطور من نفسه. ويفض ويدي وقت من وقت. بزبط. انه يلقى في هذا المجال. دي دي حاجة كويسة جدا طبعا. عارف يا كابتن اقول لها داك حاجة. احنا ليه ما بنشوفش حكام نجوم. كانوا لعبا نجوم. ليه? يعني مش شرط يكون وصل لمنتخب مصر. ما منتخب مصر عمه هيبقى حاكم. اه. لانه لعب لغات تلاتين و خمس ستين سنة فمش هيبتديها دا. تمام. بس ممكن يكون لعب ايه منتخبات شباب مسلا. وبعد كده اصابة ما كملش. ايه. ليه ما بنشوفش. عشان ده. عشان هو شايف ده مش كرير ما قدرش يمتهن هزي المهنة. هي دي. هي دي المشكلة. هي دي المشكلة. ان عندنا ان احنا آآ هي دايما انا عايز انا عايز اوصل لمكان او اي شخص موجود. هو انا بشتغل عشان عايز اتطور من نفسي عشان عايز اوصل لحاجة. لكن انا شايف ان انا الكرير اللي انا هبق فيه او هخش فيه هو بلا هدف. هو انا انا زي بنقول ان هو انا يوم هنا يوم هنا يوم هنا. طب وبعدين. ما فيش اي تطوير ما يعني ما فيش منه هدف ان انا ابدأ اوصل لحتة عالية. يعني اقول لك حكبتك. ليه? احنا شفنا لعيبة دلوقتي عندنا سبع او تامن لعيبة محترفين فيه. تمام. وعندنا مدربين موجودين في كل حتة في العالم. اكيد. بس وعدناش حكام. انا ما بتكلمش بس على يد. بتكلم على الالعاب الاخرية. يا كل الالعاب فعلا دي حقيقة دي. يعني مش هتلاقي كاس عالم. ولا بتوات عالاب قدية. حكم مصري. ده موضوع يا جماعة لازم. لازم ده يبقى قضية قومية. دي. لازم حتى الوزارة ومن هنا نكلم. يعني يا ريت. هو كاس عالم اللي ممكن يبقى موجود يعني بيبقى متواجد فيه. عشان مصر مشاركة. او عشان تمثيل افريقي. عشان تمثيل افريقي. وابل الضبط عشان. اديت حكم مصر قبل كده. اديت حكم مصر اديت حكم مصر دور التمانية. لا لا لا. مفيش حكام منوري زي كرة كده. اوه. زي ما كان عندنا في الكرة زمان حكام منوري وحكمه كاس عالم ويعمله دجة جدية. ما فيش. ما هي دي. لازم يعني. لازم يدرس كاس جدا. ده انا شايف طبعا مية في المية لازم تبقى يعني النقطة دي لازم الاتحاد يبدأ يحط عينو عليها ان هو يبدأ. شوه قومي. ودايما كورة اليد سباقة وهي هي اللي بتقود. ده اكيد. الاتحادات الجماعية كلها. ده اكيد ده اكيد. الاتحادات الجماعية كلها. هي دي هي دي حقيقة دي. لو هي تمنت مشروع قومي لرعاية الحكم وتطويره. لا هنشوف التحكم بحتة تانية يا جب. ده. هنشوف بتاعك الجاهل. اللي راح بيصعب عليه ما هو عنصر من عنصر اللعبة. اكيد طبعا. هو ممكن في المباراة. اضايع مجود ناس شكرة. وحصلت في المباراة. بصحيح. صحيح. طيب. خلينا رجع كابتل ليه الرجال. بسرعة يعني احنا بفاضل بقتين تلاتة. فريق الرجال بتاعنا بقى في النادي الاهلي. تمام. فورسة حدك معايا طبعا. ومتابع جيد للفريق. اخبار الاصابات اي. حدك يعني كان عندنا اه فيه اصابات كان عندنا سيسا وزيزو ومهاب. ولاشين دلوقتي ربنا يشفي رب صليبك. تمام. الاصابات دي اخبارها اي يعني من عادتك في النادي متقابلك في التمرين معهم. هو تقريبا يوميا احنا بنتقابل عشان هما بيبقوا في التمرين. هما في الفترة اللي قابلينا على طول. فلقى الحمد لله الفريق دلوقتي في استقرار مع المدرب الجديد ديفيد. اه عامل منظومة كويسة. يعني سيسا رجع? سيسا بدأ يرجع طبعا من الملعب خلاص. عزيزو نفس الكلام هو لعب كاس عالم. اه سوبر جلوب. كان موجود معهم. والحمد لله ادى بأداء كويس جدا. طب الحمد لله. طب مهاب. مهاب اه ملعبش السوبر جلوب كان حصل اصابة في المباراة مع المنتخب. نعم. ورجع الحمد لله دلوقتي هم متواجد ببدأ لعب. هو لعب ماتشاط كمان معهم. ماتشاط اللي فاتت دي لعب بدأ يشارك ولعب الحمد لله مية في المية تمام. هو بس هو لاشين هي الاصابة طبعا بتاعته ربنا يشفيه. عمل عمل عملية. عمل عملية ودلوقتي بدأ التأهيل بتاعه. بدأ الحمد لله فيه تحسن كبير. آآ. سبحان الله لاشين آآ. يعني آآ كان استوى. آآ. يعني طبعا نحن نقول قدر الله باش افعله. ده قدر. بس هو يبدو ان اللاعب لازم يمر بالاختبار شديد. آآ دي حقيقة. يعني لاشين كان وقف على رجله وكان عمل مبراء آآ. عمل مبراء كواسة جدا جدا جدا. في السوبر آآ جلوبال. ولكن اصابته دي يعني اختبار. ما هي دي بقى هي الفكرة كلها ان هو اللاعبة دايما انا بقول لعيبة ان هو لازم ما تستناش ان يحصل حاجة عشان تفوق. ام. ابدأ دايما حاول تحافظ على نفسك. حاول تركز انت عايز توصل لفين. وطبعا الاصابة دي بدي حاجة بتاعت ربنا محدش يقدر يتكلم فيها. آآ بس على قد ما تقدر انت ازاي تعرف تحافظ على نفسك طول ما انت جوه الملعب. نعم. آآ آآ. حاول بقدر الامكان ان انت مبارياتك. نومك. اكلك. شربك. حياتك عموما تختلف تماما. احنا دلوقتي بقينا في عقد يعني حياة احترافية. جوه مصر بقت حياة احترافية. عشان اوصل لهدفي. لازم اتعايش باحتراف. انا بنام امتى? باكل امتى? باصحى امتى? باتمرن امتى? بمرن نفسي لوحدي امتى? آآ يومي ازاي بقدر افصله? على على الحياة اللي انا عايش فيها? وهتبقى هي دي سنة الحياة اللي يبقى. رياضين. هي دي سنة الحياة. لازم. دي فترتك. بزبطة. دي فترتك خبز عليها. هي بالزبط هي الرياضة كده. انا ليا فترة باشتغل نفس فيها. بعد كده هابدأ عيش حياتي بحياة تانية خلص. بالامور هتبقى مختلفة تماما. بالزبط. كابتن محمد انا مش يعني مش عايف اقول لحضرتك ايه يعني الوقت مر سريعا من حضرتك. وانت غطيتنا امور كتيرة. وفرصة كنت معنا. وكلمنا على الولاد. وكلمنا عن امور كتيرة. انا مشكرك ان اوارتك مشرفت لي. الله يخليك. انا اللي مشكرك جدا. وانا اللي سعيد بوجودي طبعا في بيتي ومع اخويك كبير. طبعا. ودايما ان شاء الله كده في لقاءات كده مع بعض يا رب. ان شاء الله. الله يخليك. اعزائي مشاهدين ده كان النهاردة حلقتنا عن منتخب مصر للسيدات لكرة الهد. واللي بتمنى كل توفيق من هنا. وان شاء الله ويحققوا انجاز كما عاودونا كرة الهد. واشكركم شكرا جزيلا حسن ومتابعة. والى حلقة جديدة مع الوقت.